موسيقى السلام عليكم ورحمة الله أهلاً واسهلاً بكم مشاهدين في صدى أقلام جديد من قناة الرافدين نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والدولية ونبدأ من أهم العموين نقرأ في صحيفة المدى مافيات متشابكة تستحوذ على المنافذ الحكومة تستلم عشر بالمئة من الإيرادات فقط في العرب اللندونية كارتيل المعابر فساد يتحكم في مفاصل العراق في العرب الجليد تحقيق أممي يحمل الحوثيين مسؤولية الهجوم على مطار عظم في الشرق الأوسط عودة الملاحة في قناة السويس بعد ستة أيام توقفت خلالها أنفاس التجارة العالمية في القدس العربي أسوأ من شريعة الغاب ميليشيات تسيطر على المعابر العراق وتحرم الدولة أموالاً طائلة في العربي واحد وعشرين تواصلوا التظاهرات في ميانمار وعقوبات أمريكية على الجيش أخيراً في نيويورك تايمز بايدن يحاول بناء تحالف الديمقراطيات والصين تتحداه بتحالف لتحدي الهيمنة الأمريكية أهلاً بكم هل بات الانفجار الكبير في بغداد قريباً؟ سؤال يطرحه الكاتب مثنى عبد الله في مقالة له في صحيفة القدس العربي في السياسة تعتبر اللغة والحركة مؤشرات موثوقة على السيناريو الآتي فما هو المشهد المقبل في ضوء اللغة والحركة الذي شهدته بغداد في الأسبوع المنصر ففي الخامس والعشرين من الشهر الجاري مارس آذار استعرضت قوات ميليشيوية بأسلحة حفيفة ومتوسطة وبعجلات رباعية الدافع قوتها في العاصمة العراقية قد رفع عدد من عناصرها صوراً لرئيس الوزراء ومسؤول أمني كتب عليها عبارات مهينة لهما مثل حان الوقت لقطع أذنيك وأيها السيء سنقطع يدك بمجرد المساس بالمقاومة كيف يمكن لرئيس وزراء أن يحكم ويعطي قوة لمن هم دونه في المسؤولية بينما تخرج عصابات المسلحة ترفع صوره وقد كتبت عليها عبارات تهدده بقطع الأذنين وأخرى مختومة بكعب حداء وثالث موضوع على الأرض تداس بأقدامهم في حين لا يصدر منه أي رد فعل وإذا كان حقا يفعل ما يقول من السيطرة على السلاح الذي يعمل من خارج الدولة لماذا لم يحرك الفرقة العسكرية الرئاسية أو جهاز مكافحة الإرهاب لاعتقال هؤلاء الذين استعرضوا بأسلحتهم وسط بغداد إن طبيعة المؤشرات التي تنتشر في المشهد العراقي كلها مكلفة وتشير بلا لبس إلى أن صداما مسلحا ربما بات قريبا ليس بالضرورة بين الجيش والقوات الحاميلة للسلطة من جهة والميليشيات من جهة أخرى فما زال اليقين موجودا بأن القوى النظامية يمكن أن تترك السلطة وتنضم إلى الميليشيات المسلحة لاعتبارات عشائرية أو طائفية أو بسبب عامل الرعب الذي زرعته الميليشيات لكن يمكن أن يكون الصدام بين فريقين من الميليشيات أو أكثر لاعتبارات كثيرة منها طموح بعضها أن يكون رئيس الوزراء القادم منها لذلك تسعى لإثبات جدارتها في الميدان ضد الآخرين أو بسبب التنافس على التفرد بالزعام في المشهد كسرا للمراهنة الإقليمية على غيرها ويبدو أن الأجهزة الاستقباراتية الأمريكية تحاول الاستثمار في سيناريو كهذا لكنه ليكون انقلابا أبيض بكل الأحوال ما لحظ في هذا الحدث أن الاستعراض المسلح الذي دام ساعتين تم بسلاسة تامة مدون اعتراضهم من قبل أي جهة أمنية أو عسكرية أو شرطية أما الملاحظ الأغرب فكانت تصريح المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة الذي قال تفاجأنا من المقاطع الموجودة على معاقع التواصل الاجتماعي وبدأنا اتصالاتنا لمعرفة ما يجري فهل هذه الجهة المسؤولة عن أمن العاصمة كانت غائبة تماما عن المسرح أم أنها كانت تعلم لكنها اختبأت لأن موازين القوة ليس في مصلحتها ونحن على اعتاب العام التاسع عشر على احتلال العراق وتفكك دولته لا يبدو أن البلد قد تعافى من هوس التفكك الهوياتي فعلى الرغم مما أحدثته ثورة تشرين من توافق شعبي على تجديد الهوية الوطنية إلا أنها لم تبرح الساحات والميادين من دون أن يكون لها فعل على أرض الواقع لكنها مع ذلك أثبتت للجميع أن العراقيين تواقون أكثر من أي وقت مضى لتشكيل هويتهم الوطنية مقال للكاتب إياد الدليمي نشرته صحيفة العربي الجديدة كان للاحتلال الأمريكي فعل الرصاصة القاتلة على ما بقي من هوية عراقية جامعة فقد بدأ المحتل مسيرته بتقسيم العراق إلى أعراق وطوائف وعلى أساسها شكل أول مجلس للحكم الانتقالي حينها بدأ العراقية تعرف أكثر فأكثر على هويته الفرعية التي سبق أن تعرف عليها وإن باستحياء خلال حرب إيران وقبلها حرب الأكراد وبعدهما حرب تحرير الكويت والحصار يوم أن كانت الدولة موجودة وقادرة على أن تضبط إيقاع الهويات انهيار الدولة في العراق عقب 2003 وتفلت الهويات من عقالها لم يكن فعلا عراقيا خالصا فقد أسهمت فيه عوام العدة لعل من أولها سلطة الاحتلال وليس آخرها تدخلات الدول الإقليمية التي كانت ترى العراق بعين مصالحها لتجد الدولة الأكثر قدرة على اللعب بملف الهوية نفسها مسيطرة غالبة على العراق بعد نحو ثمانية عشر عاما من احتلاله وهنا يشار إلى إيران التي أدركت أن قوة نفوذها في عراق ما بعد 2003 تستمد من قوة تغلغلها داخل الهوية الطائفية التي وجدت هي الأخرى متنفسا لها بوجود دولة راعية بات البحث عن هوية وطنية في العراق ليس من فعل السلطة بقدر ما هو فعل شعبي ما يعني أنها يمكن أن تكون أقدر على الثبوت والتخلص من إرث الصراع الهوياتي فقط لو أتيح لها الفرصة لرعاية مؤسستية الدفع باتجاه تشكيل الهوية الوطنية لا ينبغي أن يقتصر على الجمهور الذي بات يرى فيها خلاصا له من تدخلات الأطراف الخارجية وإنما يجب أن تكون هم أي حكومة عراقية تسعى فعلا إلى إخراج العراق من أثون لعنة الهويات القاتلة التي استنزفت كثيرا من الدم العراقي طوال سنوات خلط جال المسلحون في بغداد رافعين صور الكاظمي ومسؤولين آخرين مرفقة بدمغة حذاء فقد ارتد هؤلاء المسلحون ملابس عسكرية وأقنعة عليها شعار ربع الله وهي كما يقال حركة جديدة من بين أحدث الفصائل الموالية لإيران في العراق وأكثرها نفوذا حول هذا الموضوع كتبت باهر الشيخ لي في صحيفة العرب اللندنية الواقع أن تسمية ربع الله التي استخدمها الكاظمي وبيانات رسمية هي مجرد اسم شبحي حالها حال ميليشيا أولياء الدم أصحاب الكهف قبضة المهدي وعصبة الثائرين كلها لا وجود لها على الأرض مطلقا وليس لها مقر ولا قائد فهي مجرد أسماء وهمية أعلنت بقرار من قائد فيلق القدس الإيراني الجنرال إسماعيل قآني بهدف تغطية العمليات التي تنفذها الميليشيات الموالية لطهران بمعنى آخر فإنها واجهات لميليشيات إيرانية عندما يحين وقت الحساب وتحتاج هذه الفصائل إلى القانون تدعي أنها تتبع هيئة الحجد الشعبي وهي ليست من الحجد الشعبي حين تقاتل خارج الحدود العراقية من دون أمر الدولة وهي ضمن الحجد الشعبي حين تقصف من قبل الطائرات الأمريكية لكنها فصائل حين تقوم هي بقصف السفارة والقواعد الأمريكية وهي حجد شعبي حين تحتاج إلى المال والرواتب والسيارات والسلاح من الدولة العراقية وهي فصائل حين تخالف سياسة ما ونظاما ما في الدولة العراقية يرى الكثير من العراقيين أن الاستعراض الميليشيوي الذي جرى بهذه الصفة في شوارع بغداد كان بإعاز من إيران لتحقيق أهداف من بينها إرهاب شباب الحراك الشعبي المتصعب بدأ البحث عن حل للقضية السورية منذ أن اشتعلت في منتصف مارس عام 2011 واليوم وبعد مضي عشر سنوات من الفواجع والمآسي لا يزال الحل عالقا رغم ظهوره في بيان جنيف عام 2012 والقرارات الدولية التي أصدرها مجلس الأمن لكن دون أي تيالية لتنفيذ مقال للكاتب رياض نعسان في صحيفة الاتحاد الإماراتية محنة السوريين تزداد اتساعا مع ترد الأوضاع الاقتصادية في الداخل السوري حيث هناك تهديد جدي بالمجاعة وحال من الضياع وفقدان الأمل بالوصول إلى مرحلة الانهيار المتسارع ويبدو مثيرا أن يقول الجميع أن الحل المنشود سوري بامتياز بينما الغائبان عن كثير من اللقاءات السياسية حول الشأن السوري هما الحكومة والمعارضة مما يجعل السوريين يفهمون أن الحل الممكن دولي وعلى السوريين تنفيذه وهذا ما يجعل الجميع ينتظرون ما ستقوله الإدارة الأمريكية الجديدة والمؤسف أن الولايات المتحدة لا ترى حل القضية السورية من أولوياتها وحسب متابعاتنا نجد اهتمام الولايات المتحدة بالقضية السورية حتى الآن يحتاج إلى دفع وهذا لا يعني أننا نريد أن نفوض الولايات المتحدة أو أي الدولة كبرى باتخاذ قرارات الحل ونعفي أنفسنا من المسؤولية فقد اجتهد السوريون ولم يكفوا عن محاولات إيجاد الحلول الممكنة والواقعية لكنها لم تصل إلى شيء بل إن مسار مفاوضات جينيف رغم ما رافقه من ضجيج إعلامي لم يحقق أي خطوة جادة في طريق الحل وها هي ذي اللجنة الدستورية تراوح مكانها ولم تستطع بعد أن تتوصل إلى مادة واحدة متفق عليها في الدستور وبات التعلق بهذه اللجنة مجرد تسجية للوقت يقول الكاتب لا ننكر أن جزءا كبيرا من الحل هو بيد روسيا أولا ولكنه لن يبلغ مداه دون موقف عربي وحاسم ودون موافقة أمريكية جادة ودون دعم أوروبي وتركي ودون منع إيران من تعطيل مسار الحلول ويأمل السوريون بأن ينشط الضمير العالمي وحسب السوريين ما فجعوا به على مدى عشر سنوات وهم يخشون أن تمتد الفجيعة إلى مدى أبعد لا سمح الله عن الدروس المستفادة من السفينة الجانحة بقناة السويس كتب ممدوح الولي في موقع عربي واحد وعشرين أظهر جنوح إحدى سفن الحاويات الضخمة في قناة السويس صباح الثلاثاء وتسببها بتعطيل الملاحة بالقناعة عدة أيام حتى كتابة تلك السطور أظهر ذاك الجنوح مدى أهمية القناة لحركة التجارة العالمية بمختلف السلع وللعديد من البلدان سواء في أوروبا أو جنوب آسيا أو أمريكا الشمالية أو شرق وشمال أفريقيا والخليج العربي وبلدان البحر الأسود وأول تلك الدروس ضرورة الإفساح الدائم عن كل ما يخص المرور بالقناة من بيانات فنية ومالية فمن غير المعقول أن يتم أول مؤتمر صحفي لرئيس هيئة القناة في يوم الخامس لحادث جنوح السفينة الذي عطل الملاحة ومن غير المعقول أن تكون آخر نشر شهرية تخص أداة القناة متوقفة عند شهر شباط فبراير عام 2020 أي منذ أكثر من عام ولا يتم إعلان التقرير السنوي لأداء القناة من عام 2020 وحتى الآن وإذا كان جهاز الإحصاء الحكومي يصدر بيانات شهرية عن إرادات القناة فهو يصدرها بالجنيه المصري رغم أن تحصيل الرسوم بالقناة يتم وفق وحدة حقوق السحب الخاص المكونة من نسبة مختلفة من خمس عمولات رئيسية وكان الرئيس السابق للهيئة قد لجأ لإعلان الإرادات بالجنيه المصري الذي جرى تعويمه عام 2016 وفقد نحو نصف قيمته للحيحاب بزيادة الإرادات بعد تفريعة أو توسعة عام 2015 التي تسميها وسائل الإعلام الحكومية قناة السويس الجديدة ولهذا يجب أن تتعامل السلطات المصرية مع قناة السويس كممر عالميا بشكل مختلف عن الأسلوب الذي تتعامل به مع القضايا المحلية تحت عنوان تحالف للمستبدين الصين تريد قيادة النظام العالمي نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريراً عده ستيفن لي مايرز قال فيه إن رئيس الأمريكي جو بايدن يريد أن يشكل تحالفاً أو تحالف الديمقراطية أما الصين فتريد تشكيل تحالفها الخاص فبعد أيام من اللقاء الصاخب في ألاسكا انضم وزير الخارجية الصيني لنظيره الروسي وشجباه معاً التدخل الغربي ونظام العقوبات التهديد الذي يمثله تحالف تقوده الولايات المتحدة لسياسات الصين المستبدة زاد من طموحات بكين لأن تكون قائداً للعالم المعارض لواشنطن وحلفائها وينمع هذا أن الصين الواثقة وغير المعتذرة فهي واحدة لا تكتفي بمحاولة ضد نقد الولايات المتحدة للشؤون الداخلية ولكن تقدم مبادئها ونموذجها للآخرين ويحاول قادتها بناء جدال نحن القوة المسؤولة ولسنا مخربين أو محور شر كما يقول جون ديلوري أستاذ الدراسات الصينية في جامعة يونسي بسي أول في كوريا الجنوبية ونتيجة لهذا فقد أصبح العالم وبشكل متزايد منقسماً إلى معسكرين أيديولوجيين واضحين واحد تقوم من خلاله الصين بجلب الأنصار وآخر تقوده أمريكا وأنصارها تقول الصحيفة إن الصين تريد موضعة نفسها في المكان الأول لتحدي النظام العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة والذي يتوجهه لمبادئ ديمقراطية وحقوق الإنسان وحكم القانون أعلن مكتب الأرصاد الجوية في أسلندا أن بركان ذاقراد ألسفيال الواقع أو الواقع في شبه جزيرة ريكانيس جنوب غرب البلاد ثار مجدداً بعد خمود ل781 عاماً حيث أظهرت صور بركانة باقراد ألسفيال وهو يتفجر بطريقة مخيفة والآن مشاهدينا مع رسوم الكاريكترية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وبهذه الرسوم نصل لختام حلقة اليوم من صدى الأقلام ما في صدى أقلام جديد نلتقي بحول الله وقوة أهدمتم بخير إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر